عاد صاحب السمو شيخ سعود براشد المعلى عضو المجلس العالى حكم أم القوين إلى البلاد اليوم بعد أن ترأس وفد الدولة نيابة عن صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظ الله ورعى في اجتماعات مؤتمر القمة الإسلامية التي عقيدت بمدينة إسطنبول التركية أهم ما جاء في البيان الختمي للقمة نتابع في هذا التقرير مع إزدال الستار على القمة الإسلامية الثالثة عشر المنعقدة في إسطنبول بتركيا أسفر البيان الختامي لها عن أكثر من مئتي قرار من أبرزها إدانة تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة واستمرار دعمها للإرهاب عبر أذرعها المتمثلة في تنظيم حزب الله مما دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الانسحاب من الاجتماع الختامي كما دانت القمة الاعتذاء على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران مؤكدة على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران قائمة على مبادئ حسن الجوار واحترام استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها كما تبنت القمة قرارا مشتركا بشأن فلسطين وخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للفترة ما بين عام 2016 و2025 وطبقا للبيان الختامي فإن المجتمعين أعربوا عن دعمهم للعملية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة لتحقيق انتقال سياسي يقوده السوريون فضلا عن دعوة المجتمع الدولي إلى دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين بأقصى سرعة ممكنة وفيما يتعلق بالشأن اليمني أكدت القمة على دعم الشرعية الدستورية وتأييد جهود تسوية الأزمة بشكل سلمي والالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة كما طالبت القمة جميع الدول بعدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك تزويد الجماعات المسلحة هناك بالسلاح